أي فيفا كوين أفضل أرخص مقالبها الكوين سيريب التسليم و بيدعم اللغة العربية و مضمون من البند و التصفير و بتعامل معه أنا شخصيًا الرابط كود الخاص الموجودين تحت بالدسكريبشن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته ومنار وصوري جامور مع كل يوم بي ما اختار جيد من سلسلة نمط المهنة أو الكارير مود معنا ديريال مدريد لحلقة رقم 24 من هاي السلسلة وصلنا عدد صراحة جدا ضخم من الحلقات فأتمنى قبل ما نبدأ دعمك بزر لايك وتشترك بالقناة يا وحش اذا ما كنت تشترك خلونا نحاول نوصل 3500 لايك بشان نزل لكم الحلقة اللي بعدها فورا من السلسلة يعني ان شاء الله اذا وصلنا 3500 لايك اليوم فبتنزل لكم الحلقة الجديدة من السلسة لليوم لكن نحاول نوصلها بأسرع وقت ممكن فطبعا نحن حاليا بعنا بدور عطل أوروبا بدور الربع النهائي ضد نادي بايرم يونيخ وطبعا في بعض الاقتراحات اللي اقترحتوا عليه بالحلقة الماضية مشان التعاقدات وأبرز كان اللي هو طبعا عن بول بوكبا ويوسف عطل فبالنسبة ليوسف عطل فان شاء الله اني رح حاول اتعاقد معه بهي الحلقة لكن بداية حابب انه اللعب بمباراتنا ضدنا دي بايرم يونيخ فخلينا ما نطول كتير بالكلام ولتس جو على المباراة يلا بسم الله الرحمن الرحيم المباراة الحلوبية انه على أرضنا يعني بحب انا مباراة تذهب بتكون على أرضي الساعة ازا ما طلقيت أهداف فبحس نقول اني أمنت مباراة القياب مثلا ولا شي فوالله فريق بايرم يونيخ يعني فريق مسهل وان شاء الله انه نقدم مستوى ممتاز بدي جرب هاي الخطة شفت كتير راس بصراحة عم تنصح فيها وانه هي أفضل خطة صغيرة يعني باللعبة بالفترة الأخيرة فبدي جربها وان شاء الله انه نقدم مستوى جيد معي انكوكي عندهم كمان يا سلام مشارينه من أتلتكو فوالله ما بعرف مين متعقدين كمان يلا 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 روح روح نيمار روح نيمار 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 الله عليك بالعرضة والجول بالعرضة والجول والله خفت بصراحة انه ما تدخل اول ما اسمعت صوت العرضة تعرف انت بتلاقي الايد رجت هيك اروح بعرف انه ما رح تتسجل معي لكن نيمار الغدار هون موجود يا اخي والله بذكرى هدف برشلونة الثالث طبعا مباراة لثلاثة صفر نفس هيك قريبة من الهربش شوي يعني انظر ات الخلال المット開خ؟ افضل الباب ان شاء الله روح فوق روح روح علابة روح علابة علابة دافيد علابة علابة بيرفع يالله اسكو يوالله بالعارضة اوالله العظيم انا ما عادت اعرف شو الحل مع العارضة لا 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 باندايك الله عليك يا اخي وحش هال المدافع هاد يا الله والله اذا اجينا على فيفا يا اله الا الله خلينا نقعد نحكي ايه كيف اجت هاي والله حرام يا اله الا الله مسيكو فان جيبو يا اخي شو هاده فاندايك ما عم يعرف يحج جسم بسرعة قبل ما يصفر بسرعة بسرعة ما كان يصفر ما كان يصفر اوكي اثنين واحد والله حرام مع الهدف لتلقينا لكن والله المباراة بشكل عام مباراة حلوي المشكلة انه على ارضي كان يعني حتى لو بديفوز واحد صفر بس اهم شي انه ما كنت اطلقى لي شي هدف عالعموم يلا بيبدأ Möglichkeit واشا الله كلام تاني ان شاء الله واستأتي بميطش يحفظت bermain يحفظت تتطيع التعريب يلاLAH يلا جديد ESS والله فيها شيء من السلكان لكن انا من الأول كنت لعبتها والله, والله والله هاريكين يا أخي العب خطير بس ليس للأحيانا ما أعرف حس أنه تقيل بشكل ماضي و مو طبيعي بالملعب روح روح يلا 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 هاريكين 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 يا صلاحي يلا كيف شاء يا مرسله يا الله والله قاليت قولك شوف مرسله شكله هيك الله هو واقف بايده لا، يا الله بأيده هيك فتح ايده مترين وياه يعني ما بيحسبون لنا اي شي زكرني بصدة كربخال بالكلاسيكو طلع صلاح هاد و... وعطي فرصة لمحرز وبدنا نعطي فرصة كمان لأسنسيو ما عاد ووقفوا البصاط ما عاد ووقفوا البصاط يا الله صفر ولا بتعطينا الهجمة ياه صفر الحكم ثلاثة البو برابي نتيجة ثلاثة واحد نتيجة حلوة يعني ومعقولة نوعاً ما لأنه بايرام يونيخ بصراحة فريقهم يعني عناصره ممتازة بس مو هال يعني يعني ما بيتقارنوا بعناصرنا لأنه بصراحة فريقنا جداً رهيب وحسننا أنه نفوز بنتيجة 3-1 نتيجة حلوة يعني 2-0 بالقياب ممكن أنه تخليوني يتأهلوا لكن إن شاء الله بالقياب نحسن أول مرة بتجييني دقة التمرير قليلة لهالدرجة والإحصائيات أصلاً لبايرام يونيخ يعني بهالمباراة غريب والله احنا متصدرين الدوري بفرق نقطين يعني مو هالفرق بس إنه بيظل فرق جيد فبالنسبة للتعاقد رح حاول حالياً إني أتعاقد مع اللاعب واللي هو يوسف عطال لأنه بصراحة الاقتراحات كانت كتير جداً بالحلقة الماضية عن اللاعب يوسف عطال وفي ناس بقى عاد اقتراحة لنا لعبين من جنسيات تانية مثل وهبي خزري أو حكيم زياش وكتير لعبين فإذا حابين أن نتعاقد مع هدول اللاعبين اكتبوا لي تحت بالتعليقات وورجونا دعمكن يعني على السلسلة لأنه بصراحة الدعم على السلسلة بالفترة الماضية جيد فورجونا يعني خلوا الدعم يستمر ويكون لسا أفضل من هيك مشان نحسن أنه نستمر بالسلسلة وظل عم نزلكم منها كمان وكمان فخلينا نشوف يوسف عطال يوسف عطال هذا يوسف عطال عمره 23 سنة يعني عمره صغير وبصراحة لعب جداً ممتاز فأيضاً ترحولي شو حابين نتعاقد طبعاً الحلقة الجاية أوكي خلينا نحاول انه نشوف نادي شو ممكن يطلب مننا شروط حتى يدخل عن اللاعب فخلينا نرتبهم على حسب العمر 23 سنة بصراحة جي جداً جداً حلو خلينا نقدم له مثلاً يعني 14 مليون ما بعرف أنا بصراحة شو قيمة اللاعب بالضبط لكن 14 مليون عرض منصف وفقوه على انتقال اللاعب فطبعاً اللاعب هلأ ما رح بيجينا فوراً لازم أنه يعني أول شي نتعاقد معه ونستنى لفترة الانتقالات هي بقى إلى كم يوم يعني بالمناسبة وبتبدأ فترة الانتقالات توقتها اللاعب بيجي على صفوف نادينا فخلينا نشوف أوكي دور الفريق رح يكون تدوير لأنه نحن عنا لعبين أساسيين فمنشوف شو باقي للأشياء مدة العقد رح تكون طبعاً 5 سنوات لأنه بصراحة لاعب عمره صغير وممكن ينفعنا بشكل كبير فخلينا نعمل من غير شهر جزائي راتب ما بعرف شو لازم أعطيه راتب بالضبط لكن رح نعطيه 80 ألف مثلاً ومليون مكافأة توقيع فبظن أنه هي الشروط جداً مناسبة وهذا عرض جيد عميلي سعيد بذلك وبالتالي اللاعب صار رسمياً ضمن صفوف نادينا فبصراحة لاعب ممتاز يوسف عطال رح بيجينا طبعاً مع بداية فترة الانتقالات هو وعموري تقريباً يمكن يجونا مع بداية فترة الانتقالات قديش باقي بالضبط لفترة الانتقالات باقي يعني لحتى ينتهي الموسم لازم نستنى هو مو باقي هالفترة الكبيرة يعني حتى ينتهي الموسم لكن لازم نستنى لنهاية الموسم أوكي رح ألعب بتشكيلتي البديلة بهاي المباراة طبعاً فأعمل لها محاكة لأنه الفريق أصلاً خارج التوب أوكي كوفزيت شو أخيراً رجع من الإصابة خليني نزله مكان كانتي بالتشكيلة الاحتياطية وما فيه كمان ممكن ننزلهم بالتشكيلة الاحتياطية تقريباً هيك الناس قالت لي صاحب الحلقة الماضية قالت لي خلي دونا روما أنا ما انتبهت والله بصراحة أنه اللي هو كان كورت وهو الأساسي بالتشكيلة الاحتياطية فرح ما نخلي دونا روما وخلينا نعمل محاكة يلا إن شاء الله فوز حلو فوز 2-1 من محرز وديونغ بصراحة فوز بنتيجة حلوة 2-1 بتظل يعني نتيجة جيدة بالنسبة لفوز عنا مباراة القياب بيربع نهائي دوري أبطال أوروبا فرح ما نشوف شو عنا نحنا بعد هالمباراة أوكي فيه شوف شوف باقي الفرق برشلونة خسرانين 2-1 وماشيستر فايزين 2-1 وباريس لنجرمان فايزين 1-0 بالزهاب على العموم رح ما نشوف شو عنا مباراة تانية بعد هاي في عنا مباراة مع بيا ريالز لتفيجو بعدها دي بورتيفو يعني مباراة والله فيه مباراة بهاي نهاية الكأس تقريبا فعليا نهاية الكأس هي ضد أتلتكم نريد رح بتكون مباراة صعبة لكن حاليا خلينا نركز على الهدف الحالي وعن مباراة القياب ضد نادي الباباري فخلينا ما نطول كتير بالكلام وليتس جو على المباراة يلا يا 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 الله عليك لا 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 اوه الحمد لله ضيع لي باندوسكي والله الأهداف ممكن انت تسجل يعني احيانا بتلاقي هيك سلكان مو طبيعي باللابة وبيسجلوا الأهداف بكل سهولة ممكن لا انتوا الحركات عاد ما كنتوا تبطلوها الله عليك يا كورتوا والله يمكن لو ما حركت الحارس من البداية كنتوا تلقيتها بالمرمى والله عميلعبوه عميلعبوه بقوة كبيرة بصراحة بايرم يونيخ يلا 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 روح 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 يا الله لو انتبهت له من اول يلا هاريتين ياو صد ناير حلوة الله عليك يا إيسكو يا أخي هذا الانهاء اللي بحبه والله هالانهاء افتقدته من زمان يعني بصراحة لكن إيسكو ما شاء الله عليها الانهاء بصراحة ما عليه كلام أبدا ما عليه كلام هاي من بداية الشوت وهيك نقدر نقول انه حصل من التأهل ما بدي يحكي وقول لأنه هدول الفرو ما بعرف كيف ترجع يا الله عليك يا كورتوا والله ما عم يخيبني هالحارس دائما بالموعد والله راح والله راح والله راح والله راح دوري أبطال أوروبا الحمد لله والله فريق صعب والله ملي وفريق سهل أبدا وكتير هجمات عرفوا انني واقفوها لكن بغض النظر عن هيك منحسن انه نفوز ونتأهل على نصف نهائي دوري الأبطال والله فرحة كبيرة صراحة لأنه يعني نادي باير مونيخ مالو هالنادي السهل أبدا 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 نادي بايريال اوكي خليني نشوف عنا مباراة ضد نادي فيلا ريال اللي هو أيضا خارج التوب فرح أعمل محاكرة للمباراة لكن المباراة خارج أرضي وخايف صراحة انزل بالبدلاء ونروح متعدلين ولا شي فخليني بالأساسيين هذا لا يكنت خايف منه والله العظيم تعادل عنا مباراة ضد نادي سلتا بيغو أيضا يعني مباراة سهلة نسبيا فرح حاول اعطي فرصة شوي لللاعبين البدلاء وإن شاء الله أن التشكيل تقدم مستوى جيد يلا فوز حلو السومة ومحرز يا سلام عليكم هدفين للسومة وهدف لرياض محرز والله حلو 3-0 يعني ما توقعت كنت بتوقع نفوز بفرق هدف مو أكتر من هيك الفرق صار خمس نقط يا سلام حلو 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 ينادي أتل نحن ضد اليوفي تقريبا تقريبا لمحت أنا ينادي يوفنتوس تقريبا لمحت نادي يوفنتوس خلينا نشوف التقويم يا حبيبي يوفنتوس يا سلام والله هاي هيا المباريات هيا المباريات الصعبة بصراحة ففي مباراة ضد نادي يوفي لا كورونيا بدي شوف شو ترتيبهم بضبط ببطولة الدوري الإسباني ترتيبهم بالمركز السبعة عش شوفوا للكون شو اللي رح بصير المباراة نادي يوفنتوس بدوري الأبطار رح خليه أول مباراة بالحلقة الجاية فبالتالي رح العم بهاي المباراة بهاي الحلقة ورح انزل بي التشكيل اللي أغلبها من اللاعبين العرب ومشان نعطي فرصة كبيرة للعبين العرب ومنشوف هل ممكن يبدعوا معنا ولا لا لاني دايما لما بعطي فرصة للعبين العرب فبعمل محاكاة للمباراة لكن هاي المباراة رح نلعبها فخلي التشكيلة هيك تقريبا ما بظن انه محتاج أي تعديلات تانية ممكن أسينسيو نزله بالنص حاليا نخلي على الاحتياط رح ممكن نزله داخل المباراة فخلينا ما نطول كتير بالكلام وليتس كو على المباراة يلا 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 الله يا فنسوس والله حلوة مع انها يعني مو أخضر ولا شي لاجم بالرغم من هيك فنسوس بيسجل وبيعطيك تحية يا السلام عليك يا فنسوس جونيور الهدف الأول في المباراة شكلا ان شاء الله مباراة رح يكون فيها أهداف كتير لألنا ان شاء الله عطي الصماء نزل تحت يلا نواف حلوة نواف يلا روح 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 والله ما عم يتركوني امرق يلا يلا روح نواف العبد لا تذهب اللي نزلته فيه يعني المباراة اللي كنا بنعملها محاكات تقريبا ما اسجل واخيرا اول هدف لنواف العابد يا السلام عليك حلوه حلوه الهدفين على فكرة تقريبا بنفس الطريقة بتقدر تقول يعني اقراب جدا من بعض حلوه حلوه يلا يلا عمر فينسوس 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 بدي اعطينا محرز يلا محرز يا أخي هاللاعب اسطوري يا أخي هاللاعب ما شاء الله سمعني 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 لا ديبورتيفو ولا غيره والله اللي عمينين العرب يأخي متقلقين بشكل موطب يعيشوف الانهاء بصراحة انهاء عالمي ممحرز والله العزيم هلوه فاندايك يلا يلا يا يلا محرز محرز صعب fella الهربي هيك حلوي حلوي حلويrá فاندايك لا مو فندايك انتو كمان شو جابوا على الهجوم شو جابوا على الهجوم يالله ما زال في وعد ما زال في وعد تدعي المباراة بنتيجة 3 صفر نتيجة حلوة اللي سجل عنا فينسس جونيور ومحرز ونواف العابد يعني نتيجة حلوة بصراحة بالنسبة لنا لاننا ضيانة كثير من الهجمات يعني جيتنا 9 هجمات كل اللي سجلناه منهم 3 اهداف في ممكن نسبة مع اولى نوعا ما اوكي علي عدنان صار الريتنج عنده 76 عم يتطور اضاءه الصراحة بشكل كبير وبالمباراة يعني قدم شغل جيد دفاعيا يمكن هجوميا ما ساندنا كتير لكن هو لاعب دفاع اصلا يعني ما لنا رح نحتاجه بمراكز الهجوم هاي مباراة نص النهائي ضد نادي يوانتوس مباراة صعبة رح بتكون وجاني عرض لكوفازيتش هذا الرأي رح اتركه للكن فاجاني عرض بقيمة 55 مليون للاعب ماتيو كوفازيتش رح اترك الرأي للكن هل وافئ على هذا العرض اللي هو جاي من نادي باريسن جيرمان ولا لا فرح اترك الرأي للكن وطبعا خلينا بس نقدم على يوم المباراة مشاني تكون يعني اول مباراة بالحلقة الجاية طبعا في فكرة ببالي انه بكل حلقة نتعقد مع لاعب عربي مثلا ولا شي فماني عرفان بصراحة هاي الحلقة تعقدنا مع يوسف عطار حبي جينا طبعا ما بداية فترة الانتقالات بالحلقة الجاية ما بعرف مع مين اتعقد فمستني اقتراحاتكم بصراحة بالنسبة لللاعب الخط الوسط لحد الان يعني ما بعرف ما حسمت رأيي مية بالمية بالنسبة لللاعب المهاجم بدي يجرب من الان يعني قبل ما انهي الحلقة بدي يجرب اني اتعقد في لعب بصراحة ببالي وحابب اني اتعقد معه هذا اللاعب اللي ايجه على بالي تخيل عاد مين يعني يمكن حركة غبية نوعا ما مني اني يفكر انه اتعقد مع رونالدو لكن بصراحة لاعب حاسم يعني والله ما بعرف كنت عفكر انه نرجعه على صفوف الريال مدريد وشفت بعض الناس بصراحة كتير يعني كالناس اقترحت عليه هذا الشي فبصراحة انا مالي عرفان اتعقد معه ولا لا انا عن الحالي بصراحة يعني ما عندي مشكلة ممكن اني اتعقد معه هاي وينو خلينا انقدم لهم اخر عرض فرح ما تشوف بدون يفكروا بالموضوع يعني بينما يفكروا بالموضوع رح نستنى هذا الموضوع للحلقة الجاية بدي ااخد برأيكم هل نرجع كريستيانو رونالدو علي ريال مدريد ولا لا فانا عم بستنى كل اراءكم وكل اقتراحاتكم لانه بصراحة يعني ممكن انه يقدم معي ممكن ان يضل معي موسم او موسمين بالكتير مكان هريكين فبصراحة هو افضل اكيد من هريكين لانه هريكين جدا تقيل يعني اذا اجينا للواقع باللعبة بصراحة جدا جدا تقيل وفي بعض اللعبين كمان لكن رح اجل موضوع التعاقدات هاد للحلقات الجاية فحاليا ما لعرفان هل اتعاقد مع كريستيانو رونالدو ولا لا فاكتبوا لي رأيكم تحت بالتعليقات وطبعا اذا عندك اي اقتراحات للسلسلة بيمكانك ترسليها على الانستجرام رابط الانستجرام تحت بالسكريبشن وطبعا بالنسبة للناس اللي سألتني عن درافت المتابعين امتى رح تعمل واحد مرة تانية ان شاء الله اذا وصلت يعني 2500 متابع على الانستجرام ولا شيء لانه عامل حساب الانستجرام وما عليه متابعين للأسف فرابط حسابي بانستجرام تحت اذا حابب تشارك بالدرافت المتابعين رحوا تتابعني عليه لما نوصل 2500 متابع رح ابدأ باخد اقتراحاتكم فروحوا تابعني على الانستجرام ووصلوا إلى حلقة 3000 خمس بيت لايك اذا حابين نزل لكم الحلقة اللي بعدها فورا من هاي السلسلة وشكرا لكل واحد تابع المقطع ولا تنسوا تكتبولي اقتراحاتكم فبس هذا اللي كان عندي اليوم في امان الله